موسيقى أسعد الله أوقاتكم دخلت عملية طوافان الأقصى ومعها السيوف الحديدية شهرها الثاني على وقع المزيد من المشاريع المطروحة لترتيب وقف نار لا يزال نقاش قائما حول توقيته واسمه قبل شكله واضح أن إسرائيل تريد هدنة تكتيكية فيما تريد واشنطن هدنة إنسانية وقد عجز مجلس الأمن عن التوصل إلى أي منهما بفعل حق النقد الفيتو المتبادل الذي مارسته واشنطن ولندن أكثر من مرة وبادلتها الخطوة عينها كل من موسكو وبكين فسقطت سلسلة المشاريع المطروحة لهذه الغاية وبانتظار التوصل إلى مثل هذه الخطوة فإن التحضيرات اكتملت من أجل عقد القمة العربية الاستثنائية الطارئة بعد غادن السبت في الرياض على وقع استمرار المناقشات بين العواصم العربية حول سلسلة من الخطوات التصعيدية تيمنا بالخطوتين البحرينية والأردنية بعد سحب سفرائهما من تل أبيب وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنبه إن لم يتم التوصل إلى أي شكل من أشكال الهدنة المطلوبة وتأمين الظروف التي تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غازة وقد قطعت وعدة بذلك للرياض وفي الوقت الذي شاهدت فيه بيروت حركة ديبلوماسية لافتة تلاحقت الأسئلة المتصلة بالحرب وانعكاساتها على الساحة اللبنانية ومنها على سبيل المثال لا الخصر بعد شهر على طوافان الأقصى ما هي السيناريات المطروحة للمنطقة ما هو نصيب لبنان منها وهل من حق اللبنانيين الاطمئنان إلى إبعاد الحرب عن الساحة اللبنانية كاملة وفي ظل ما يتسرب عن خلاف أمريكي إسرائيلي حول بعض الخطوات من يرسم الخطوط الحمر وهل مزالت واشنطن تمسك بها أم أن تل أبيب تتحكم بجزء منها وإن سقطت غزة هل يعني سقوطه حماس وما هو مصير الأذرع الإيرانية الأخرى في المنطقة الجواب في حلقة الليلة من منشاة المساء مع القاضي بيتر جيرمانوس فلنرحب به مساء الخير للمستمعين بايفان عزيزا الله يخليك قبل ما ندخل بتفاصيل بعض العنوين إذا منحسبهم صار أننا 33 يوم أو 34 يوم على حرب غزة هل كنت تتوقع مثل هذا المسار؟ لم يكن أحد يتوقع الذي حصل في غزة حتى هذا يشكل فشل كبير للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية يبدو أن إسرائيل مشيديان وإسرائيل بن جوريون وإسرائيل جولدا مئير لم تعد موجودة أنت تتكلم عن مجتمع لديه غنى كبير هو رائد في التكنولوجيا هو في مكان آخر وهو كان يطلب وهو كان يقوم بتمويل حماس يعني فيه كان بعد 2008 واضحة طبعا بيعمل ريف بارتي بعيد 3 كيلوماتر عن غزة يعني ما أنه مصنف غزة كعدو وبالتالي ما كان أبدا الإسرائيلي يتوقع الذي حصل بأعتقد كان ما تعتبر حماس صديق يعني مصنفه صديق أكتر ما أنه مصنفه عدو قدرت حماس لعبة على الكل خلينا نتذكر قبل العملية بشهر بتتذكر كانت حماس على طاولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بمدينة العلمان رعاية تركية مصرية لأكبر مفاوضات لأكبر مؤتمر على مستوى الأمناء العامين للمنظمات الفلسطينية هل أخطأت حماس بخطوتها هل تخطط حدا ما خطا أحمر ما أنا منذ 1956 1956 أقرأ المنطقة ضمن الصراع الروسي الأمريكي وأضع كل ما حصل بما فيه الحرب اللبنانية ضمن هذا الإطار هذه هي كراءتي لا شك أن الروسيا متضيكة جدا من الحرب في أوكرانيا وهي بحاجة إلى فتح جبهة ثانية ومسك أوراق كي تتمكن من المفاوضة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أن حماس خضعت لتدريبات على مستوى عال من الاحتراف ثم هناك القضية الكبيرة هو هذا الكم من السلاح والتسليح النوعي أكان لحماس أو لحسب الله نحن نتكلم هنا عن محور ممانعة عن موضوع يتخطى يتخطى أكيد قدرات حماس هذه ليست قدرات جيوش حماس أظهرات لديها قدرات جيوش كذلك حسب الله إسرائيل تقول أنه أقوى من حماس إذا نحن نتكلم عن جيوش غير نمطية ليست دول معترف بها إنما لديها قدرات دول طيب عم تتحدث عن صراع روسي أمريكي فيك تخبرني وين موسكو اليوم بيظل هذا الصراع يعني من 2011 متورطين بسوريا معروف من 2021 تورطوا بأوكرانيا أين هو الدور الروسي اليوم؟ إذا نلاحق الكنام الدبلوماسي الذي يخرج من المؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية ترى هم دائما يحرصون على تحييد إيران وعلى عدم ذكر روسيا وهذا يتعلق بالدبلوماسية العالمية هكذا تتكلم الدول العظمة مع بعضها البعض لكن الأكيد أن روسيا وإيران بالدرجة الثانية روسيا ربحت كثيرا من ما حصل في غزة لأننا نحن قبل غزة كانت روسيا هي عدو الأمة السنية كانت عدوة لها في سوريا بشكل فضيع ولا شك أن في اللاوعي الإسلامي السنية تحديدا أن روسيا كانت في خانة العدو وما كانوا يقوم به الشيشان وكاديروف وهيك ما كان يشكل ثقلا واستطاعت روسيا من خلال ما حصل في غزة أن ينتقل العلاقة المباشرة والغير مباشرة لها بما حصل هي رابح كبير لأن العالم السني تقريبا نسيه أو تناسى ماذا حصل في سوريا يعني نتكلم عن مليون قتيل وعشرة ملايين مهجر وتدمير بلد بالكامل تم تسطيحه أول ما حصلت غزة قالت هذا لاعب شتنوش درجة أولى لذي حصلت ومتل الوقت قلب عبد الناصر كان عميل سي آي آي وضغري قلب مع السوفيات وقلب نص المنطقة صارت مع الاتحاد السوفياتي لأنه نتكلم عن عمل أكيد غير معادلات كتير كبيرة من هون الدور الأمريكي يحاول عدم استفزاز العالم السني عارفين هني أن هذا فخ تم نصبه لهم يعني يالي صار بـ 27 رغم كل التأكدات أنه هي عملية حمساوية بالمية مية القرار بفلسطين التوقيت الشكل ما مش مقتن عند حقتك بها النظرية إذا بلاك عم تعطي دور يعني لا معروف نواة السلاح كله إيراني بعدين مي فات على الخط بغزة عندك فكرة لأنه اليوم التسليح محلي الأنابل محلية بديل الصواريخ محلي إلى أي درجة أنا أعطيك خطوة أنه أرار حمساوي لا حزب الله معه خبر للمحور لإيران لموسكو أنا لا أعتقد أن حماس تقدم على عملية عسكرية بهذا الحجم دون ضوء أخضر معين من دول عظمة قد لا يكون حزب الله معه خبر بس أنه فيها تكون إيران معه خبر حزب الله غير يعني هذا مش يعني كل شيء إيران بتعرفه حزب الله بيعرفه وقد تكون بعدين دايما أنت وقتا بدك على نزاع مسلح بدك تشوف أمرين مش اللي عم بيقاتل على الأرض التمويل من يدفع المال ثانيا التسليح السليح كله المتواجد اللي كان مع حزب الله ولا مع حماس ولا مع أزرع إيران من المنطقة هو سليح شرقي يعني أو روسيا أو كوريا أو صينيا وهذا السليح لا يتنقل بسهولة خصوصا لا يصل إلى مكونات ما دون الدولة لأن الدول بتبيع دول ما بتبيع منظمات وبالتالي هناك شيء واضح أن قوى المحور أصلا هيدا التكتيك طبعا السوفيت كانوا يسلحوا منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة طول عمره عندك شيء ما يسمى بعض في اعتراب اشيء اسمه سلطة فلسطينية أو دولة فلسطينية الدولة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أول شيء تأمر عليها هي إسرائيل ناتنياهو إسرائيل ناتنياهو لأنه إسرائيل منى مثل كل العالم يعني منى واحد ناتانياهو تأمر على السلطة الفلسطينية بتقوية حماس لألفان وثماني وأكيد هو كان شريك بالاتفاقية اللي صار مع إيران وبالتالي بنفوذها بلبنان من خلال حزب الله نفهم تعرف أنت بإيران السياسي مع إيران من وقت أوباما تقوم على تنفهم شو عم بصير بالأقليل مع شغلتين في شيء اسمه النووي الإيراني في شيء اسمه الأزرع طب يتفوضوا مع إيران الأمريكان بلولا خلينا نعمل كنترول على برنامجك النووي إليك حق يكون عندك أزرع لشو الأزرع هي ضمانة لإيران بأنه بحال ضربة إسرائيل مفاعل النووي مثل ما ضربت المفاعل النووي العراكي بأوزيراك تقدر إيران ترد على البنية التحتية الصناعية الإسرائيلية من خلال صواريخ حماس ومن خلال صواريخ حزب الله فدائما أنت بدك تشوف اليوم الغرب بيفضل الأزرع ولا بيفضل النووي فلا الإيراني بوضوح إن شاءنا خمسة جيوش في خمسة تعواصل عائلين طبعا وكانت العاصمة السادسة في الشرق الأدنى عن تسقط وهي يعني شنو تسقط بيحتلوا تل أبيب بس بصير بيقدر الولي الفقيه يهدد استقرار إسرائيل دولة يمنى لبنان أو سوريا دولة فيها اقتصاد وبالتالي إغفالها مثل ما أنه حادث حاليا يكبدوا مليارات وضرارات من الخسائر بغض النظر إذا بيرجعوا بيعطوا وشو حجم الاقتصادة تتأثر حجم خسائرات خسائرات صحيح طيب إذا خلينا نفوت بما يجري من معالجات إلى أي درجة لأضب بيتر جيرمينوس مأتنع أن الأمريكي قادر أن ينتقل من ذلك الوزير الخرجية اللي إجعى على إسرائيل يقول أنا هنا يهودي قبل أن أكون وزير خرجية أمريكا إلى اللاعب دوره الوسيط شو التطور اللي أصاب الفريق الأمريكي إلى أن تقل من طرف إلى وسيط أنا يجب أول شيء أن نفهم أنه أنه إسرائيل هي دولة نووية هي منا دولة عادية أستاذ بيتر كنا عم نحكي بالانتقال الأمريكي من دور اليهودة الذي جاء إلى إسرائيل قبل أن يكون وزير خرجية أمريكا إلى اللاعب دور الوسيط وهو يعلن وقفاً لأطلق النار أربع ساعات يومية كيف تطور الموقف الأمريكي العكس من الاعتقاد السائد أمريكا لم تأتي بأساطيلها لنصرة إسرائيل إسرائيل أنت تعرف أنها دولة نووية دولة نووية كبيرة مش أنه عندها أمبلتين وثلاثة وبالتالي الدخول الأمريكي بهالشكل الأول شي هو للجم رد يدفع على الإسرائيل يعني هنما بدهم أنه وقاله البزير الإسرائيلي عن قدرة على ضرب غزة بكونبلة نووية هذا لو ما أنه سامع هذه الحكة مش عن عبس مش عن عبس هذا الحكة أكيد يتم تدوله بالمؤسسة العسكرية فأول شي الدخول الأمريكي بهذا الشكل لأنه لم يكن سهلا ما حصل في غلاف غزة ولو تدخل حزب الله في تلك اللحظة كانت الأمور ستكون أسوأ وحسب البروتوكول بالجيش الإسرائيلي عند الدخول إلى أراضي 48 يستعمل فورا السلاح النوع فبالتالي التدخل الأمريكي كان أولا للجم العدائية الإسرائيلية لأنه بيعرفوا أنه بيعاملوا ردة فعل وتاني شغلة للجم إيران وتأمين خطوط النفط والخطوط الملاحة البحرية يعني ما قالوا علاقة بغزة ولا بحزب الله أنت لا تحشد هذا الكم من الأرمادة يعني من الحرب العالمية الثانية من المحشودة كرميل لبنان لبنان أنت بتعرف بحرب 2006 وانا كرميل غزة ام كامل كانوا يسموها يعني كفرد بالموضوع بش عم استصغير المقاومة بس إنو هي الحقيقة صحيح وغزة كمان ما بدها هذا حشد لا استراتيجي لغاء لغاء عنده غير وظيفة يقال ما قف الأمريكي كان واضح طلب رئيس باينن من لحظة وصوله لإسرائيل أنتم بتهتموا بالشأن الداخلي ما يكونوا علاقة بكل أوضاع المنطقة نحن نتكفل بتهدد بالجنوب مع لبنان مع سوريا مع الأردن إلى أي درجة نجحت هذه استراتيجية الأمريكية وإدي مدى الارتباط الإجراءات بما يجي اليوم على القواعد الأمريكية بسوريا وبالعراق عم نراحز إنو في حرب حقيقية كمان أنا برأي نجحت مية بالمية أولا شي نجحت بلجم الاندفاع الإسرائيلية يعني ما تروح الأمور إلى عنف أكثر هلأ أنا معرف إنو فيه دمار كتير وفيه ناس ماتت نحكي عن عشر تلاف قتيل بس لازم نفهم إنو بأوكرانيا رايح خمسمائة ألف أديل ولازم نعرف إنو من جورنو كرباخ تهجر ميتين ألف أرماني وما حدا نحكي بلالة انت بعالم اليوم فيه كتير صينضام دولي وبالتالي ممكن العنف يتفلت بشكل ما حدا بيهدي حدا فأول شيء استطاعت الولايات المتحدة بلجم الأيل العسكرية المدمرة الإسرائيلية تحطها ضمن خطوط معينة وتاني شيء قدرت إنو توجه رسالة كتير قاضية لإيران إنو ممنوعة تحرك الأزرع تبعك بالمنطقة وبحار حركت الأزرع تبعك بالمنطقة نحن سنضرب إيران مباشرة وبالتالي هيدا خلى إنو نحن يعني هذا القطوع على المنطقة هلأ ماشي بالحد الأدنى وإذا صار وقف طلعنا نكون نحن تخطيناه نقل عن كلام مسؤولي لبنانيين ما نطرنا زيارة توكشتاين مبير رح تنقول بس يقال إنو ضغط الأمريكي هو اللي أبعد كد إسرائيل تنوي أن ترد على عملية الأقصى بلبنان مثل غزة لأي درجة أقنعك هذا الموضوع إذا تنتبه للتصريحات الإسرائيلية منذ فترة يعني بهددوا بتدمير لبنان قبل سبعة الشهر إيه قبل من دايما وهذا شيء يعني كتير هذه هي سياسة نتانياه بصراحة يعني نتانياه يعني سيء جدا مع لبنان عم بحكي مع لبنان الرسمة سياسته وكما سيء مع السلطة الفلسطينية وهو دائما يزعزع يدفع يعني سياسته هز الاستقرار وإذا تنتبه أنت في مشروعين كبار بالمنطقة أكان طريق الهند أو طريق الحرير يعني أكان الخط يلي يربط الاقتصاد الهندي يعني هو قوة صعدة بأوروبا أو الخط الذي يربط الصين بالأوروبا نحنا لبنان تنينيتهم براتهم يعني أنت عم تحكي عن وظيفة لبنان عن دور لبنان كل المقاومات القوية اللي كانت بأيد لبنان كلها راحت كلها راحت وأعتقد أن نتانياه هو من يلي بأسسه لهيك سياسات ضد لبنان لذلك هو يتناغم حزب الله بالسياسة بالمنطقة على عدة لا يزعجه حزب الله إلى حد ما وزانت تنتبه كان حزب الله ما عامل شي يعني حزب الله بفترة الهجوم على غزة كانت لحظة تاريخية يفوت ياخد مزارع شبا ما أعتقد راح يجبع الظرف أفضل من هذا الظرف الذي قتى لأن وزيفة حزب الله هي لا تتعلق بالقدس ولا تتعلق بغزة ولا تتعلق بمزارع شبا وزيفة حزب الله هي قاعدة صواريخ متقدمة لإيران لحماية النووي الإيراني نقطع السطر فقط لا غير يحركها الحرس السوري الإيراني فهي لقى القدس هاي دي مهمتها وهي وزيفتها هلأ بتقولي معقولة تتغير هاي الوزيفة ممكن من هون تشوفهوكستاين طالب تطبيق 1901 يعني ما بقى بدون هل تواجد العسكري الإيراني على حدود إسرائيل بسبب ما حصل في غزة إلى أي درجة وأتقرأ بهذا الموضوع إلى أي درجة بتقدر تقرأ هل هي الضغوط الأمريكية على إيران وحزب الله بعدم التدخل أم أنه كناك قرار إيراني حزب الله بعدم التدخل سلف مثل ما عم بيحاولوا المسؤولين اللبنانيين أنه لمصلحة لبنان أو مصلحة لبنان الذي لا يحتمل أي عملية عسكرية وليس لمصلحة إيران بهذه التهديئة لك أنا أنا عندما عندما أحلل الوضع في لبنان أول شيء في لبنان لا يوجد شائر لحزب الله لا يوجد لا يوجد دولة لبنانية لا يوجد شائر وصل إلى نحنا نحنا حزب الله حزب الله هو نفسه غير موجود حزب الله العمق تبعه هو فيلق عسكري تابع لفيلق القدس يلي تابع للحرق الثوري الإيراني يلي أحد فرق الجيش الإيراني ما في شيء يعني اليوم مثل ما حماس أنا برأيي ما بتتحرك لحاله ولا ممكن حزب الله يتحرك على المستوى الأقليم أو على هم نحكي بحجم مع دول بصراعات إذا ما كان فيلق القدس هو عاطي الضوء الأخضر لهذا النوع من المعايير شو شو يلي صار بسوريا لم يقم بأي حركة قبل ما قررت إيران الدخول بسوريا وقت إيران فشلت إنها تقدر تدافع عن النظام السوري جبر الروسي اللي هو رأس محور الممانعة ينزل بكل سقل المباشر بحرب سوريا طيب وقت نعمل كل هذه القراءة عم نسمع من 27 إلى هلأ هدا عنده خط أحمر هدا قدرت توصل لعاضي بيتر جيرمانوس لمطرح تقول شو هي الخطوط الحمراء لدى أي طرف كان إيران أم أنه كبروا حجرهم تنينهم لأنه المطلب الإسرائيلي إبادة حماس وإزالة قطاع غزة مثل معناك عم بتقول أنه زلت لسان بالقبل النووية أو النية بالترانسفير الكبير أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت تقول لكل الناس للحلفة وللقعدة وللخصوم أنه أنا سيدة الموقف في الشرق أوزل أول شيء الإسرائيلي فهم حجمه أنه هو دولة شديدة لها شاشة يعني ممكن منظمات مثل حزب الله ومثل حماس بعد ما حكينا بدول وبجيوش تزل استقرارة وأمنة وأمنة الأقتصادية وأمنة الشعبة تانيا أنه هو يرسالي لإيران ولتركيا وللصين ولروسيا ولكل ولأوروبا أنا أقرر ما يحصل في الشرق الأوساط أنا أضمن النفط أنا أضمن الملاحة البحرية أنا الأساسي في هذه المنطقة نعم أمام هذه المعادلة خلينا خلينا نفوت كنا عم نحكي قبل شوية بلعبة التوازن الأمريك أو كيف انتقل تصور رجع لتسعة وعشرة شهر وزير الخارجي أنتون بلينكين بإسرائيل ضوء أخضر بكل المسافات لإسرائيل مش أنتوا مسؤولين قبل ما يجي رئيس بايدن مبارح أطلع علينا بلينكين من مجموعة الدول السابع باليابان بمجموعة لاقات لإسرائيل لا للترانسفير بغزة ولا للترانسفير ولنقلهم إلى أي مكان آخر لا مانع من مرحلة انتقالية للوجود الإسرائيلي بغزة ولكن لا للاحتلال الإسرائيلي غزة ستبقى أرض فلسطينية هذا كلام مش لا إلي وإلك كلامنا وزير خارجية إيران وزير خارجية الولايات المتعالية عم بقول فيه أرض فلسطينية إلى أي درجة حكم التوجه الأمريكي بهالتجاه وهل هو كاف لإرضاء العرب لأننا نقول بعد شوية نحكي عن القمة العربية الذي حصل أول شيء اليوم رئيس وزارة إسرائيل هو شخص غير محترم ولا على الساحة الدولية ولا على الساحة الداخلية بقلب إسرائيل هو شخص عليه دعاوه فساد هو شخص يحكم إسرائيل منذ حقود يعني مثل حكامنا يعني نفس الشيء ربينا صغار وكننا طريقا يحكم إسرائيل وهو كان يسوق نفسه أنه هو الرجل الأمن الأول وتبين أنه كما قال أحدهم عزرا للتعبير رجل الهراء الأول فأمام الصدمة التي تعرضت لها إسرائيل وهي صدمة كبيرة كان يخشى من ردات فعل يعني إسرائيل وهي قوة كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط فأول شيء طبيعي أنت وإن أحد يكون منكوب بتروء أنا أعتقد أن الولايات المتحدة حاولت لجم الآلة العسكرية الإسرائيلية مش مساعدتها لجم بلأنه نحن معكم ونحن ما رح نترككم يعني نوعا من مثل وقت صار انفجار المرفأ وجول عنا الأوروبيين وقالوننا أول شيء يعني هذي هذي إحاطة ومن ثم توجيه رسائل إلى إيران بعدم التصعيد وأخذوا الأمور إلى التهدئة اللي هلأ عم بتصير بالنسبة لإسرائيل هي عندها شيء إسرائيل هي قوة الردع إسرائيل إذا بدك أنا بقلب المؤسسة العسكرية ما هو شعار إسرائيل للعرب نفضل أن تكرهوننا على أن تحبوننا ننطبه بتدقه فينا وهذا بدك السفير الإسرائيلي قاله بكرواتيا نحن لسنا مسيحيين لأنه سامح يعني كل الوقت إسرائيل بتجرب تقولوننا العرب ما تأذوني لأنه فينا إزيكون عشرات المرات بطريقة مذهلة إيه وفيه بيروحوا تغري على شيء ونحن مستعدين على العقاب الجماعي نحن مستعدين ما نحترم قوانين ما في أي خطوط حمر ما فيه نحن خطوط حمر ما تلعبوا معنا خير خطوط الحمر لأن نلعب هذه بسموها قوة الردع هذا ما تحاول إسرائيل اليوم أن ترجع تحققه بالمنطقة أما الولايات المتحدة ليست مستعدة أن تعادي مليار سني راح أقول مسلم مليار سني كرميل نتنياهو ونزوات نتنياهو ومشاكل نتنياهو في طريقة الحكم بإسرائيل حكي يعني عندك هون في شيء ولا مستعدة أنه بسقوط إسرائيل فيه توازنات معينة ترعاها الولايات المتحدة بالمنطقة كان بإسرائيل كان بتركيا مع تركيا مع إيران مع الدول القوية مع مصر طيب بهالإطار هيدا شفنا سقطت قمة عمال ربعية بكل بساطة تقبل رئيس بايدن رفض الأردن باستقباله رأى على إسرائيل رجعنا قمة القاهرة للسلام وإزبي كل هذه المشاريع تسقط وصولها إلى مجلس الأمن ولا اتفاق وقف اطلق نار تردن منذ أيام أن هناك وعدا أمريكيا للمملكة العربية السعودية بتقديم أي شكل من أشكال وقف النار قبل القمة العربية بعد بكرة قبل شوية يعني بعد ما فتنا عصت له بشوية الإعلان عن مجموعة هدن تكتيكية شواء اسمها تكتيكية ولا إنسانية أربع ساعات يوميا بقطاع غازي ما الذي تعنيه هذه المعادلة لليوم تعنيه أنه إسرائيل مع ضوء أخضر بس هذا الضوء الأخضر ما أنه ممتد بدون سقف زمني ما أنه مستعد الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما قالت أكرر أنت عادي مليار سنة كرميل ناتنيهو ولا مستعد أن تسقط أنظمة بالمنطقة لأن تتعرف العواطف جيش نحن عايشين بمنطقة تتحكم بها العواطف وليس العقول ما أنه مستعد تهدد وجود أنظمة استراتيجية بالمنطقة فيه سبيل لأنه فيه فشل بإسرائيل فشل سياسي وفشل أمن بإدارة ملفات معينة حتى إذا تشوف أردوغنال كلام الآسية اللي حكي عنه حكي بده يكسر ما فهمت شو خصص صليب بقصة غزة إنما هذا كمان لا استيعاب الشرع التركي يعني فيه غليان بيصير بالشوارع الإسلامية السنية والعنظمة بيصير عندها أحراجات كبيرة وهذا استغل عبد الناصر إذا بتتذكر وأسقط لبنان وسوريا والعراق واليمن وكذا أن يطيح بالنظام السعودي فما بتقدر أمريكا طاعة إسرائيل وقت بدون سقف واضح أنه فيه محطات أساسية يقال عندما دعت الرياض بناء للتمني الفلسطيني بـ 28 تشين الأول إلى قمة بكرة 11 شهر كانت مهلة لترتيب أفضل النار وإلا قد تتوسع التشربة البحرينية والأردنية بأطل علاقة مع إسرائيل هل تعتقد أن التفاهمات أو الاتفاقيات التي عقدت بين إسرائيل وبعض دول الخليج باتت في خطر جدي أم أن الحدث عابر نرجع من قول أنه عملية غزة هي قد تقول من أنجح العمليات أنا ما عم بحكي على مستوى السياسي أول شي نسة السنة نكبة سورية التي تفوق ما يحصل في غزة أول ما يمكن أن يحصل نسة النكبة هدتت الأنظمة العربية الموالية للغرب بوجودة وين شفت هالمخاطر تحديدا قبل أن تنعود بسرعة في مخاطر في هنالك التقارير الأمريكاني بيعرف أنه الأنظمة مانا مرتاحة الأنظمة العربية ما كانت يعني في خطر أنه كلها بيت تصير جديا وبذات الوقت كمان لو يعني إذا بصير فيه مشكلة بإسرائيل ويتنكسر قوة الردع كل الخريج العربي بصير تحت تهديد ابتلاعه من إيران يعني فيه فيه أمور يعني أتت الولايات المتحدة لضبط التوازنات يعني خروج أيام أوباما كان بشكل عشوائي أدى إلى تسلم إيران كل منطقة الشرق الأدنى هلأ رجعوا معنا نحن بعدنا ديمقراطيين أوباما ديمقراطي وبايدن صار فيه انتشار كبير بالمنطقة نحن عشية القمة وزراء الخارجية عادة بعض هنا نقاط تسعة هم شي كان بيبيان وزراء الخارجية إدانة العدوان الإسرائيل على غزة ورفض إعادة احتلال القطاع ما في شي جديد الرفض واضح في ملاحظة كتير مهمة على المستوى الإقليمي على المستوى الإقليمي رفض أي مشروع لا يؤدي إلى أو يستبعد دورة للسلطة الفلسطينية في غزة شو بيوحيلك هالموضوع يحط بلينكن شروط محمول عباس حط شروط هل أد صارت الأزمة بحاجة إلى السلطة الفلسطينية لتشكل مخرج لليوم الأول ما بعد حرب غزة وإن المفارقة اللي شحت السلطة الفلسطينية من غزة هي إسرائيل نتنيا هو سياسة اليمين اللي كانت تهدف إلى ضرب السلطة الفلسطينية فصل فصل غزة عن الضفة طمع يحكي دولة فلسطينية وإذا بتتذكر وقت قاموا بجماعة حماس مسكوا جماعة فتح وكبون من الأسطوح يعني العلاقة فبالتالي هناك كثير من الأحقاد والكره بين السلطة الفلسطينية وحماس هلأ مصر ما بدي تستلم غزة نحنا عم نحكي أنه المشكلة هو ما بعد يعني البيت المتحد من اللحظة الأولى ما بعد حماس غزة سلطة الفلسطينية يبقل لها أنا ما بدأ يستلم غزة وإسرائيل ما بدأ تستلم غزة مين بدأ يستلم غزة يعني هنا هنا المشكلة الكبيرة يلي وعي عليها وعي على أكيد تركي أردوغا وقال لهم أنا بخطعة بيستلم غزة كيف استعدادات يقال بالمفاوضات كيف استعدادات قطرية تركية للمساهبة عنده أحلام عثمانية يعني عنده أحلام حتى لو بالبراشيط بريدزل بالمنطقة راع عليبي وعمل شي وراع على قاعد بقطر حد الأمريكان تتذكى طبعا نوة كبيرة وبليبي عم يلعب نعم فأكيد محمود عباس بدأ يحط شروطه لأنه بحاجة لقله هو يعرف وإنه وقت ما كانوا بحاجة لقله وطوقوا وضعفوا وضع وضع وضعه أحسن ووضع الاقتصالي عليك هل بعده أحسن يمكن أحسن منه فالدولة اللبنانية كما غير موجودة تتفكك أكثر وأكثر مرح رح يكون إننا نحط شي نجا نحكي عن الداخل رح نحكي بكل طبعا المشاركة أرسائه الاتفاق النومي بين أوباما وإيران بصير فيه تشارك بالسلطة في لبنان تحديدا بين الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة وحزب الله عم ينهار الدولة اللبنانية عم تتفكك أكثر وأكثر حزب الله عم يكوى أكثر وأكثر وبالتالي من هون الضغط المدين تزيد على لبنان بتطبيق 1901 على حزب الله وهذا قد يؤدي لاحقا إلى تفجير الساحة اللبنانية ما منعرف هيدا طالما وزراء الخارجي أكيد بيزدتولك عنوين ستعتمد بالقمة هون من رايحين ريكب راسهم كل واحد عم بيحضر ورقة البيانة الختامة للقمة وقت اللي بيقول مطالب يبقى في طلق نار رفض أي تمسك بحل الدولتين بعد وقت ما تنع أنه فيه إمكانية لقامة الدولتين يمكن غزة بعد الحرب تكون أنظف يعني فلسطينية مية بالمية بس رجاء لتكوين الضفة إذا صار فيه مليون يهود من ضمن مليونين ونص أو ثلاثة مليون فلسطين أي دولة يمكن أن تنشع هم بداخل إسرائيل هناك خطين بقلب إسرائيل في خط يقول أنه ما بدنا دولة واحدة يعني هي نسموها دولة فصل عنصري أبرتايد نحنا ما فينا نعطي حوق للفلسطينيين ديمقراطية لأنه رسيخدوا السلطة هذا قبل ما تعلم دولة يهودية غالصة بالمية من الأول ما فينا نضل عايشين بدولة واحدة ما نعطي حوق للفلسطينيين وما فينا نعطي حوق للفلسطينيين لأنه هن كتلة ديمقرافية كبيرة بياخدوا الحكم بهذه الدولة الوحدة ديمقراطية فبالتالي لازم نعطيهم دولة لحال ونفسرهم عنها وأن يكون المسار تبعهم هيدا نحكي بقلب اسرائيل وأعتقد أنا أنه هذا الموضوع كمان عند الفلسطينيين يعني عندك جزء من الفلسطينيين بدون دولة يعني هي مثل السلطة بدون دولة فلسطينية وعندك ناس مثل حماس ما بدون دولة فلسطينية لأنه يعتبرون الإسلامية والمنطقة يلي كلنا نعرف وبالتالي في خطين موجودين عند الإسرائيلية وعند الفلسطينية بهذا الموضوع بس راحز بيلتقيوا بمكان ما بيرجعوا بيتفق بسمحي حرب دحس والغبراء رح تصير مختصر عن حروبنا نحن عن حروب فلسطين أنا بقول الحل بفلسطين بقول لهم ما في حال يعني شغلة من قبل التاريخ يعني 75 سنة مش 75 سنة انت شمشوم ويعني إذا تقرأ التورة الحلقة عمشوف هلق حرب غزة يعني هاي دي شغلة عمرت لتلاف سنة يعني قبل الإسلام بألف سنة عندك مشاكل بين الإسرائيليين والفلسطينيين فبتش حل الحل بده عيني إيه يعني بده إلى أي درجة تروح بعمق التاريخ الحرب الدينية لأنه أنا خصص الخلفية الدينية لحماس وللدولة اليهودية إلى أي درجة تحكم تتحكم عقدة العقد الثامن بالدولة يعني التلمود بيقول لم تنشأ دولة يهودية تعيش تقطع العقد الثامن غير دولتين أديمين بالتاريخ يهودة براك من سنتين كاتب مقال أنه نحنا قريبا دخلنا منتصف العقد الثامن إلى أي درجة يمكن أن تنهار إسرائيل على شك أنه في إشارات تخلف بألب إسرائيل واضحة تخلف سياسي مع أنه عند التطور اقتصادي ضخم بس تشاهد تخلف بالسياسي مهم شو هي الإشارات أول شي بقاء نتنياهو هذه الفترة الطويلة بالحكم هيا بالدول ديمقراطية ما بتصير يعني ما بيضل شخص هلأدي بيشلش مع أنه متهم بالفساد وغير الفساد بس كيف الشعب الإسرائيلي ما تنسى خمس انتخابات متتالية ما كان فيه أكترية طابشة كمانا انقسام بعد السكين بعدين التطرف يعني عندك حالات متطرفة دينيا بقلب إسرائيل شبيهة بالحركات بين هلالين الإسلامية أو الإسلام السياسي يعني اليهودية السياسية إذا بدك وهي دي حركات حتى بيرفضوا يدفعوا ضريب يفوتوا على الجيش يعني يعني هول بعدين المشكلة اللي صار مع القضاء الإسرائيلي انت شي انه تشوف دولة عم بتهاجم قضاءها عرف هاي الدولة عم بتعد يعني عندها مشكلة بنيوية بوجودها أنا هايدي وقتا صارت المظاهرات وشفت نتنياهو كيف عبيجهم على القضاء الإسرائيلي يعني يعني دولة متخلف ما بتصير بدولة بيرتمنش صورة شبه بين قضاء وقضاء طائر يعني يعني صارت بإطار هايدي اللعبة آخر إطلالة لأمين عام حزب الله يوم الجمعة الماضي الخط الأحمر يعني عشت لاي فقتيل مش خط أحمر 30 ألف تدمير قطاع مش خط الأحمر أن تقسر حماس هذه المواجهة كيف يمكن أن تربح حماس والتحضيرات كلها لليوم الأول بعد سقوط غزة هل سقوط غزة اليوم يعني سقوط حماس نهائيا المعيدة اللي مشاربك يجوها أن إيران وأزرعاتها تفاجأوا بالدخول الأمريكي يعني اعتبروا أنه العملية بتصير بتصير العملية بيصير في تبهد الأسرة وبيجع بيكسروا كم مينائية الإسرائيلية وبيصير في وقف ممكن يصير أصص واضح يبدو ما حد عمل يحسب بهذا الفعل ولكن لو كنت أعلم تدخل لم أكن أعلم لم أكن أعلم بس لأ كان مثلا يطلع أي وقائد من حماس يقول لم أكن أعلم يعني المحوال إيراني نحن ما نعارفين نحن ما نعمل حماس برقوا منهم ضغري لأنه عارفين لأ في أكتر من هيك لن نستس هذا الانتصار هو لفلسطين يعني لا إيران إلا عليها أو لن نحن إلنا عليها هذا الانتصار لفلسطين يعني ما فينا نستثمر هذا إلى أي درجة قد نعتنا أنه لن يستثمر أي انتصار هذا موقف الصعب اليوم وشو المرحلة إذا بكرة سقطت غزة وسقطت حماس هل سقوط غزة يعني بدرجع كرس سؤال ذاته يعني سقوط حماس يعني سقطت قطوط الحمر أمام حزب الله والإيران أنا بالتقييم أنه انتهت حماس يعني يابعت انتهى حماس ولا تنتهى انتهى إسرائيل ما في مجال ما تقعد فيه هون حماس عملت قطعت خط اللاعو ده بعملية هجوم غزة بقصد أو بلون قصد أنا أقول بدون قصد فلتت لأنه إذا بتلاها أنت العملية كيف صارت أكيد هالعملية تنفزت بحرفية عالية ما رفزا كان هدفهم مقتنعين رح يوصلوا لهون ما كانوا مقتنعين رح يوصلوا لهون تعجبوا بقدرة انتشارهم بالدخول الهائل يلي قدروا عملوا لجوها وبالوقت يلي ضلوا فيه جوها وشغلة تانية ما حدا أنا عبيحكي عننا كتير أنه أتشافه الشعب الشعب العادي بقلب غزة أنه الحدود مفتوحة وما في شي فلتوا ماين هلالين وهون صارت المشاكل الكبيرة يعني لا أعتقد أن الوحدات المحترفة هي أخذوا رهيئن فيتوا على المحلات العسكرية يعني عارفين شو بدون يعملوا فلتت وراهم هزا هون هون أمور خرجت عن السيطرة كليا بست ست ساعات يعني صار في مجازير ونقتل ناس عزار يعني كل الناس بتعرف وشو صار وبالتالي هون ما فيك تعمل لها كونتينمت خلص أمور فلتت هون نون دخل الأمريكاني يعرف يعني لأننا متوقعين رح نعمل هالشي وقياسا على هذا الحاجة ما كنا متوقعين هاك ردة فاعل صارت ردة الفاعل ضرورية مثل ما قالنا أولا للجم الأيلة العسكرية الإسرائيلية أنها تتوحشا وأكتر من هيك لأنه قادرة كيف يعملوا ببيروت مثل ما عملوا بغزة يدمروا ويحطوا كله على الأرض وعملهم مثلا يقال أنه الأمريكي لاجبوا أكيد يعني كان لنا عصة برد الفاعل على عمريك قادر يكون أكثر يعني ما فيك تعرف اليوم أنت ضربة مثل ضربة الأكل المجتمع الإسرائيلي بإسرائيل شو ممكن تكون ردة فاعله علما أنه قادر يعمل ردة فاعل مش أنه دربة فأول شي لجموا له ردة الفاعل الممكن تكون خارج عن المألوف ولجموا إيران من هنا حزب الله يلعب أول شي كما يروح مشروعيته الإسلامية مجبور يعمل يعملوا بالجنوب ومجبور يحكي خطاب تاني بشكل ما يحول لمشكل مع إسرائيل يعني هون أنا بسمي عم يمجي على حفة الشفرة إذا فجخ على اليمين بده ينجرح وإذا فجخ على الشمال بده ينجرح وإذا مش كتير بسرعة عم ينجرح وقت اللي وقت اللي خلينا رجع نتوقف عند صمت أمين عام حزب الله أول 25 يوم من الحرب كلامه نحن اليوم عشيط محطتين تصور أنت يوم السبت رح تتابع قمة العربية قبل الظهر أمين حزب الله أمين عام حزب الله سبت بعد الظهر شو المشهد اللي بيرتسم بيدين بيتر جيرمينوس وقت اللي بيفكر بالحدثة أنا بصراحة لا أتابعه أبدا أنا ما بدي لا لا أتابعه لا ما بدي أعطي دور أنا بعرف أنه ما عنده إيه أنا أتابع إيران وأتابع مؤسسات إيران وأتابع الخمينية أنا ما أعطي السفر الأجانب بس مش رح أقاطعك بس تعطي مصدقيلة كلمك شو ما سألته عن موقف حزب الله يقل لي وزير خرجية حسين أمير عبداللهيان إيه هاك فلين هاك لأ قائد الحرس ثوري إيه هاك ما رد علي ولا أي سؤال عن عن كتلة الوفاء أو حزب الله طبعا ماضية على الوقت كتلة الوفاء ما قال علاء أنهيئيا بالجناح العسكري لأ لأ عم نحكي عن بنتحكي بالمجلس الجهادي وبنتحكي بالقيادة العسكرية مش صح مطرح ما بتعرف ولا اسم هزي القيادة إذا بتعرف حدا منه بتكون بتكون مغمى هزي القيادة مربوطة مباشرة بالحرس وبالتالي يعني نتابعه هلأ ماذا حاول أمين عام حزب الله أن يقوم به أول شيء أنه يأكد على مشروعيته الإسلامية لأنه كل الخطاب طبع الأزرع الإيرانية له علاقة بالقضية الفلسطينية وبالأدسية لأنه نفعين هيدا الشعار وبالتالي بدون يحافظوا عليه بس ما بدون مشكل مع أسرعي يعني هذا التوازن الإعلامية اللي عم يجربوا وعم يعملون هلأ بالنسبة لإيران إيران تبلغت مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية أنه بتدمير البنية التحتية الستراتيجية بإيران يعني يعني اللي عم يصير بالعراق وسوريا شو ماشي مدوزن إذا بتسمع رئيس ترامب قال لهم طلبه إذا يترفوا بـ 34 43 إصابة أمريكية يمكن مرأة من وقت حرب العراق لليوم ما فيش 43 إصابة بأمريكية أنا لا أعتقد لغاية اللحظة أنه إيران تخطط الخطوط الحمر المرسومة لا بالعراق ولا بسوريا ولا بسوريا من الأمريكية نعم بحال تخطيت رح يضرب أنا بلاقي رح يضربوا مباشرة إيران هلأ شو المشكلة بضرب إيران المشكلة إنه إذا الأمريكي تخطي اليمن بزيت الإطار ما يجري في اليمن يمن ضعيف يعني يمن ما غير مؤثر إذا ضربوا إذا ضربوا إيران إيران شو ردة فعلها ردة فعلها رح تسكر مضيك هرموز ورح تضرب البنية التحتية النفطية القريبة منها من الخليج العربي هزي سعر يلا نسطع الضرب أمل ما طبعا لأ سنضربت وبالتالي هيدا رح يخلي برميل النفط يطلع فوق المتين دولار بتعمل يعني متل متل شوك بيترولية جديد تبعا ثلاثة أو سبعية هيدا يؤدي إلى زيادة فيه كلام فيه مطروح بالكواريس الدبلوماتي العرب تنتبه الغاز الإسرائيل هلأ وقف ينضخ يعني أسة الغاز نعرف نحن هاليوم حساسية الغاز لأوروبا الغربية الأوروبا الغربية بحاجة للطاقة ما عندها طاقة وبالتالي إذا صار برميل النفط فوق المتين دولار هلأ أمريكا ما بتتأثر بس أوروبا كتير بتتأثر هلأ هم بتأثرين لأمريكا فذلك الصين يعني فيه معادلات تتخطأ أسة إسرائيل يعني إسرائيل ما بتقبل أمريكا أنه تسقط إسرائيل بس كما هنا ما بتقبل أنه هاي دي القاعدة تتصرف بتفلط متل ما بدا بشكل عشوائي وبالتالي الأمريكا بهم الولايات المتحدة يتضل في نوع من الاستقرار بالمنطقة خصوصا أنه هي بتعرف أنه تدرجت لها كمين يعني يعني يلي خطت لهذه العمليات هو يستدرج فتح جبهة ثانية وتخفيف الضغط على الجبهة الأوكرانية بموضوع حساس مثل فلسطين والإدس بنعرف هيدا حساسيته بالعالم الإسلامي قدرة التجيش يلي بيخلقها والعواطف يلي وراها يعني واضح أنه الحضور حملتها طائرات مع مجموعة مدمرات مع أكبر غواصة نووية بالمتوسط هم يجي مش مشين حيي الزيتون بغزة ولا كرميل عيترون أو أو مزارع شبعة مبارح أول عملية يعلن عنها الأمريكي بقلب سوريا ملفتك هالإعلان أنه طائرات البي 552 بمشاركة فرنسية يعني كل الناس بيعتقدت أنه غارة إسرائيلية على دمشق مثل العاد شوية بتطلع لا تبني أمريكي مباشر للعملية بالنسبة أولى الإشارات اللي عم بتقول عنها أنت هو المشكل إذا بدك تبع غزة بلش قبل على الحدود السورية العراقية من شهرين وتبلشت المولايات المتحدة تغلق البوكمال والخط يلي بيربط إذا بدك خط خط طهران بيروت يعني أنا بسمي بلشت الجيش الأمريكاني بده يغلقوا وقته حكوا الإيرانية بلهجة عالية أنه هذا خط أحمر ونحن لن نسمح وهذا سيؤدي إلى هذا كله مربوط ببعضه بعد هنا شفت أنت مفود حماس بلبنان شفت ظهور بعد هنا صار الحرب اللي صارت بمخيم عين الحلوية ده كله مربوط كوالكحالة كنيحالكين عم ينزل كل شيء كله 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 مربوط نفس المسلسل إذا بتطلع فيه بتربطه مع بعض وتفهم شو صار وشو كذا وتشافوا هول العملية بغزة تنصروا منه يعني أعتقد أنها خرجت عن السيطرة صاروا قولوا مخصنا لم نكن عالم مش عارفين ما كانت هي معمولة لتعمل هذا القدر من الضرر ما كان يخطط لغزة نعم إذا 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 صحت بعض اللي بلش يتسرب حكي قد تكون حماس سرقت الخطط التي وضع حزب الله لمنطقة الجليل لأي درجة مقنع هذا الكلام هو غير مقنع هو المقنع يعني طلع طلع تقارير أنه مثلا أنه حماس مدربة فاغنر يعني عم نحكي الدورة الروسية لا أنت عاصرت الحرب الأهلية بلبنان منظم التحرير مين كان السلاحة كنت هي الدر كنت هي الدر في كتير ميليشيات بلبنان باعت زباط ميليشيات تخرجوا من كليات عسكرية بموسكو عروفين يعني بالأسماء ومين وعددهم وعدد الزباط يعني التدخل السوفيتي بلبنان كان واضح حتى بشتيح 82 يعني شو صار ولوقف والانتشار والجسر الجو العلاقة مع إيران حديثي حتى يعني إذا بك تحسب هل سنوات الحرب بسوريا هلأ حماس كانت ضد النظام وكانت هدف للإيران قبل الأمريكي والإسرائيلي صحيح يلي صار باليرموك مثل اللي صار بغزة شو الفرق صحيح شو الفرق بين قنابل والبراميل المتفجرة طبعا يعني مش عمل نفتح حاجم الحرب بس عمل جدوى المقارنة يجوز منه غريب الأطوار ما لا شك فيه أن حجم الدمار في العراق يعني المشاكل اللي عم بتصير المذهبية بالعراق بعدين بسوريا أكبر بكتير من الحجم المشكل بين فلسطين كله بس من فلسطين في تجيش عواء عاطفي وتاريخي وديني في خلفية للصراع خلفية وتعبئة تهدد مثل ما قالنا أخطر شي فيها تهدد الاستقرار للأنظمة الموالية للغرب بالمنطقة وهذه اللعبة بيتقنوها السوفيت يعني لعبين أكتر من مرة قيدر خلفية بدون ظهور بنجاحات مبهرة يعني مش أنه بيتحركوا بالمنطقة بيفهموا منيح المنطقة بيحكوا عربي منيح وبيفهموا هون الشعوب بالمنطقة كيف بتفكر بيقدروا يعني لعبين ممتزين يعني إلى أي درجة أنت اليوم عم بتحاول بالحلقة تعطي دور لموسكو أكتر من طهران طهران إيران منا دولة عظمة إيران دولة إقليمية يعني جيش المصري حليفان هي تحت المظل الروسية لا إيران لا تستطيع أن تخوض هذه المعارك بالإقليم لو ما عندها عمق استراتيجي معين ليس ما عندها الإمكانيات ولا الاقتصادية ولا العسكرية ما عندها هي دولة إقليمية أكيد كبيرة كبيرة كما هي تركيا وكما هي مصر كما هي السعودية المملكة العربية السعودية بس منا أكبر منهم ولا واحد منهم يعني إذا هوا تلاتي بيجتمعوا ضده هني أقوى منهم وبالتالي لا هذا موضوع يتخطى المحور ما هني بسموه المحور روسية هي رأس المحور محور الممانع اليوم بيك تحط روسية على رأس المحور طبعا طبعا مع الدول الشرق يعني الدول الشرقية على أكيد الصين يعني موقفة منه معلن بس أكيد أنه الصين تساعد روسية اقتصاديا ماليا يعني عندها غير تتحرك بغير بغير نموذج وبالتالي أنت بعد غزة كل المنطقة كانت مهندة بالسقوط يعني أنت اليوم أنت هزيت استقرار إسرائيل عملت سيطرة تحكم مش أنه فتت على إسرائيل وكان بيتهم بالبحر للجماعة بس عملت تحكم بس عملت شي من الداخل أنت قادر تهز استقرار بأي لحظة وبالتالي كل الأنظمية اللي هي متأرجحة من التركة للقطري إلى كل الخريج بقلك أنا وفيك تحرك فيك داخل وصورات شعبية خلص معرض صار هون عرف الأمريكان الرابع التاني يعني الرابع التاني بغير كل المنطقة رح تسقط عمل تدخل وعمل هذا هذا العرض القوة الهائل بالمنطقة للأصحاب وللحلفة وللأعداء وللجميع أنه أنا أنا من يقرر أنا صاحب القرار طيب إذا أخذنا أحد البنود لمرأنا هذيك ساعة ببيين وزراء الخرجية العرب ومنعرف عم بيمهدوا لقمة هذي مش عم بيمهدوا لقلهم التمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية فيك ترسمني شي ما أي طاولة عم تتصورها أنت على هل ستبنى على تأسس على ما جرى بأسلو بمؤتمر مدريد عملية سلام جديدة هل الإسرائيلي بهذا الوارد اليوم ومن هو الفلسطيني على الطاولة هوني رح نحكي بشي نظري نظري عم نحن ما بنعرف هولي قيمات بدون بس هذا ما صار لما بعد حرب غزة إذا بصير في حوار سيكون حوار من أجل الحوار لأن أنت اليوم إذا بتاخد خريطة إسرائيل أو فلسطين يعني وتتطلع فيها بتلاقي لا إمكانية للحل لا إمكانية لخيام دولة وحدة لأنه الشعبين لديهم لديهم نظرة مختلفة عن المستقبل لا إمكانية لقيام دولتين لأنه الجغرافيا لا تسمح كثير صغيرة مش النوع منحكي نحن بالسودان جنوب سودان شمال سودان يعني الجغرافيا ما فيك تعمل منهم دولتين ما فيك تعمل مزبوط إسرائيل كيف بدك تعمل دولتين عشوابرة كيف يدارفور وكيف يسوى وبساعة الوقت منا قادرة ولا إثنية يعني لا العرب قادرين يفنوا اليهود ولا اليهود قادرين يفنوا العرب وبطيل هذا الصراع هذا الصراع طويل أفضل شي وأزكى شي إنه إدارته تكون ذكية يعني إدارة هذا الصراع اللي لا يصل هذا الصراع إلى العنف بس أنه اليوم لا الإسرائيلي رح يصير عربي ولا العربي رح يصير إسرائيلي هدا هدا اليهود تخلط زيت مع ماي كيف تركبها يعني أنا لا أجد أنه هناك حل هيك بمطلع حل أنه حل سحري بيصير مثل بلجيكا وفرنسا أو مثل ألمانيا والنمسا هل يمكن أن يطبق نظام الفيدر يعني النظام سويسرا يعني 28 ولاية أو ببلجيكا كمان لا يمكن لأنه القرار كمان إذا رحت على المدى الديموغرافية لإسرائيل هي جسم كنوا عم يحكوا لألفان وخمسين اكتشفوا بارح أنه ألفان وثلاثين ما بتمرق أو ألفان وثلاثين ما بتمرق وتكون الأكثرية فلسطينية أنا برأي لا يوجد حل ويوجد أنه إدارة إدارة للوضع أن لا تصل إلى انفجارات يعني غير قابلة للاستيعاب بس أنه حل في أسس ما على حل بالحل وهيدي الشغلة اللي ما قالوا الحل بيرح بيني أشمع المسؤولين أقرب بيقول التنمية هو الحل التنمية أن يقوم مجتمع فلسطيني بغزة بمشروع التنمية يمكن يقال يقال أنا الطرح الأمريكي الأدب الماكن للرئيس الفلسطيني ستلقى دعما ماليا واقتصاديا لم تحلم به بطيلة حياتك هيد هيد الأفكار الياسرية أنا أنا من مر هالرأي أفكار يسرية إيه أنه كل شيء يقلوا علاقة بالاقتصاد لأنه أنت إذا معك مصاري لأ أنا عمقول توفر توفر حياة كريمة للفلسطيني بغزة ما بيعون يفكر بال أنت سيد الكريم إذا تطلع على صور غزة لا الخريطة مقلقة إذا تطلع على البناء بغزة قبل قبل الحرب كنا عن نحكي عن السيناريو المحتمل لطاولة حوار فلسطيني إسرائيلي رعي دولي قلت اللي شيء سريالي أو بكير نحكي عليه بسير بس لا يؤدي إلى حل بسير بالشكل بس لا يؤدي إلى حل ولا بأي ساعت إلى أنت تتجي الأمور هل يمكن أنه المفاوضات تتجي من فوق وتترجم من تحت بشكل خالص وهي عندها هي عم تجي من فوق أنت أنت اليوم لو يعني إذا في التفاهم أمريكي روسيا أو أمريكي إيراني على مستوى عالي من يترجمه على الأرض هذا المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية قبل إيران يعني قبل الثورة الخمينية بإيران وبالتالي إيران تتاجر بالقضية بس القضية موجودة باع إيران وبالأيران هذه حرب حضارية بين حضارتين وبين دينين بين قوميتان يعني وتاريخية جزورة بالتاريخ لا تمتدل إلى سبعين سنة ولا إلى ألف سنة مثل ما حكينا يعني قصة شمشون ودليلة فبالتالي هيدا مشكلة وقلنا أنه الجغرافية لا تسمح هيدا رأيه لا تسمح بحل مثل عم هم نتصوره بس كيف مشاريع سابقة لتبادل تخلى مستوطنات تستبدل مناطق كيف مشاريع إذا بترجع لواره شوية في مشاريع تبادل أراضي وفي مشاريع تبادل أراضي مع الأردن يعني أنت تصور لو حماس بغلاف غزة بعد قرب خمسين كيلومات كيوصل للضفة هزه الدولة التي ليس عمين حكي عن قناة بتواصل بين الضفة وغزة كيف دولة لا كيف ترميحكوا عن فاق تغطى الأرض يعني إسرائيل بل بل مع الغزة ومع الضفة ليس لديها عمق استراتيجي وليس يعني إسرائيل صغيرة يعني منى بترجع بدأ تقسمها شقفتان كتير صعيب بترجع 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 دولة الوحدة كمين صعيب يعني عم نحكي مش كلم صعب يعني نتخيل حل مراحز إنه قلنا فترة قبل حتى قبل حرب غزة وقبل طوفان الأقصى مش عم نلاقي موضوع نحكي فيه بالشأن اللبناني صحيح هلأ أنت من شهرين لهلأ عم تناقش موضوع إذا فيه انتخاب رئيس أو نا فشيء خطر في لبنان عم يحصل إذا فيه تمديد لقاء جيش أو صيغة فيه تفكيك للجيش اللبناني خلصوا ضربوا المحكمة وضربوا المصرف ضربوا كل مؤسسات دولية سكاة درمانا القضاء هلأ تعالوا على الجيش هلأ بس بالسلطة الأمنية أو العسكرية شو معناتها يعني الجيش يعني أنت رحت على سيناريو عراقي بتصير الحجد الشعبي يعني هو بإذن لبنان اسمه حزب الله بشأن كونه الأكثر اختدارة أنه الأكثر تنظيمة وما فيه جيش لبناني وبالتالي البلد يصبح يعني هلأ 90% في سيطرة يصبح في 100% سيطرة ما بعرف يعني يعني شيء مخيف يعني هني عم بصوروا المشكل أنه مشكل شخصي مع قائد الجيش بيطلع صوت بيطلع صوت بيطلع صوت بيقلك ما في رأي جمهورية حكم أصرف البناء شيعي قائد جيش درزة شو بتقل له ما هيكون درزة معلش بس فيضل في جيش هذا الأساس أنه بدنا جيش يضل بدنا المؤسسات ضل موجودة يعني هي من الأول أنا كنت عقول ليس هذا استهداف للأشخاص هذا استهداف للمؤسسات واضحة أنه هي استهداف للمؤسسات وعم عم بتم تدمير هذه المؤسسات وبيش المرونة تحديدا يعني عم بيجي يقول لك حزب الله خير أنتو شو دوركم بالبلد أنتو شو أنتو أنتو فساد أنتو حرامية أنتو كنتو مستلمين كطاع المسرف نهبتوا الإداعات حاكم مصرف لبناء فسد وضادكون فسدين قائد الجيش ما بيصبح عم بيضرب بغير أنو عم بيضرب مؤسسات الدولة عم فيه استهداف لطايفة معينة واضح لأنو ترند أنو ما وقف عند حدا هيدا نفس وهي الطائفة هي طائفة عميلة متبلش من توقيف مطران الأدس وإلى اتهامات بالعمال كل الوقت وبالتخوين فيه مشكل طائف بالبلد كبير ما عم بتحس فيه لأنو المسيحيين كتير ضعاف سنة كمانا كتير ضعاف ما عم بتحس فيه وتنتبه اليوم ولي الجملات مغير مغير يعني عم بيحاول أنو يحيد حاله حاطة يقال وهالجملات بفضل قائد جيش لأنو كمان ما بدو حمل طائفة درزية مسؤولية قيادة الجيش بهالمرحلة لما أنا هناك خشي من أن يتعرض تتعرض المؤسسة لمؤامرة معينة في مؤامرة لا أكيد طيب شي بيش مفهم آخر سؤال وقت اللي بيقال أنو عم نضيق على قائد الجيش نخليه قائد جيش ليبقى مطروح رئيس جمهورية مرشح هو مرشح لرئيس جمهورية لأنه قائد جيش أو لأنه جوزيف عون بالمواصفات عند إدارتي هذه المؤسسة العسكرية يمكن أن ينجح بإدارة مؤسسات الدولة فيك ترقيل هاللغز قد تكون جوزيف عون خارج المؤسسة العسكرية بتعرفش أي عقل حلت ما في نزون لتعديل فيك تنتخبه بكرة فيك كلها العقل بآخر الحلقة أنا وأكرر نفسي أن عندي قناعة أن هناك قرار استراتيجي نفذ طيار الوطن الحر بشخص ميشيل عون والآن واليوم بشخص جبران بسيل لأنه هو ميشيل عون ما كتير هلأ عم يتحرك من نظر لعمره بضرب المؤسسات الأساسية تبع البلد أنا هذا مشروع يتماهى كليا مع نظرة حزب الله شو عم يحضر حزب الله للبنان أو لوين بنده ياخد الأمور هو منه سر أنه يعمل إلى تقويد التستور إلى نصفه من أساسه ويعتبر أنه يجب يكون عنده مكتسبات أكبر داخل التركيب اللبنانية ويسعى إلى هذا الموضوع وللأسف عاونوا مش العون على تحقيق هذه الأهداف هدي قفة الورقة بتفاهم مرخي حسب ما يعتبر أحدهم لدي هدي قفة الورقة اللي مش نبايني كان بتفاهم أعتقد مضيع عبيض يعني مضيع مائر الورقة تعرف قصة السيدات وحافظ الأسد مع السوفيت وكانوا يعطوه مشروع للسيدات تعاون حربي 400 صفح يشروع على كل فاصلة من 400 المصار وجنش المصري وصلوا عند حافظ الأسد هل ما يقرأ ولا شي وين بيكون أمدي فمش العون بيكون أمدي بس عملون رئيس مضي قبل ما نفتح حلقة جديدة بالإشكرا كبيتر جرمانوس على هذه الحلقة من منشات المساء والشكر ينسحب مني أنا جورش شهين إلى كل من تبع هذه الحلقة من مستمعين ومشاهدين وإلى اللقاء في معشات جديدة